هابدأ حلقة النهاردة طبعاً باللي واجعني واللي واجع المصريين كلهم منتخب مصر الفيلم ده ممكن تبقى تشوفه كلاكات عشر مرة يعني السيناريو اللي بيحصل اليومين دول بعد خروج أو مش هقول خروج بعد إخفاق المنتخب الوطني في التأهل لاستكمال مشواره في بطولة طبعاً أفريقيا أنا شخصياً وكل جماهير كرة في مصر عشناه كتير قوي عشناه في مناسبات كتيرة جداً وفي كل ظرف من الظروف دي أو في كل مناسبة أو في كل فصل من القصة اللي يطول شرحها دي كانت بتكرر نفس الأحداث وبتاليها نفس النتائج اللي يمكن مش عايز أقول يدايق ومفيش حد يعني مفيش حد ما بيحبش منتخب مصر ومفيش حد نفسه ما يشوفش منتخب مصر في أعلى قمة من نجاح وكامل اللي بقوله النهاردة لحضراتكم كم مشاهدين أنا لا يعنيني المسؤولين عن الأمور في شيء ولا يعنيني الجهاز الفني في شيء ولا يعنيني اللعبة منتخب مصر في شيء أنا بكلم جمهور الكرة في مصر للأسف الشديد جداً بقى كل إحباط بيلي إحباط أكبر منه القصة وما فيها الحقيقة هي قصة منظومة اوعى تتخيل إنه القصة زي ما أنا شايف الإعلام مركز قوي الأيام اللي فاتت على إنه قصة قصة روي فيتوريا وإنه سبب عدم نجاح مصر في النسخة دي هو روي فيتوريا على الإطلاق هو عامل أساسي رجل ما عندوش الحقيقة بروبا جنيه كورا يعني أنا قلت لكم من الأول من أول ما تولى المشوار آه في بوادر مبشرة وفي نقاط إيجابية تخلينا نشجع التجربة لكن على مدار الأربع مطشط في البطولة وقلت من أول يوم إنه التحدي الحقيقي والتقييم الحقيقي لروي فيتوريا هيكون في بطولة أمم إفريقيا قبل كده شيء وأمم إفريقيا شيء تاني خالص وأعتقد إنه على مدار أربع مطشط شفنا إنه المنتخب ظهر مفكك زهر بلا بصمة ظهر فقد للهوية فقد للشخصية فقد للروح مع منتخبات للأسف كان المفتوض يعني إنها بتبعد عننا سنين ضوئية لك أن تتخيل عزيزي المشاهد أنا ممكن طبعا أطلع أقول لك هارد لك وأنا عوض في اللي جاي ومصر طلعت طب ما هي السنغال طلعت وغانا طلعت وكاميرون طلعت والجزائر طلعت كل ده تلع بدري بدري شوف مين تعال شوف مين تعال أقرأ النهاردة وشوف مين ووصل دور التمانية في بطولة أفريقيا في نفس الوقت اللي الكبار دول اللي كانوا مرشحين قبل البطولة خرجوا وفي منهم اللي صيف زي ما بنقول كده بدري بدري بكلمك على فرق زي كونغو بكلمك على فرق زي الرأس الأخدر بكلمك على فرق زي بوركينا فاسو بكلمك على فرق زي أنجولا زي موريتانيا أنت متخيل شكل الخريطة الناس دي نجاحها ما كانش محد صدفة ما كانش مولود في حضن البطولة الناس دي اشتغلت وخططت وتعالى بقى يعيد السيناريو من الأول هل القصة قصة روي فيتوريا هل قصة قصة اللاعبين مع أن فيه كتير منهم الحقيقة أقلص ودى أكتر من المطلوب منه في البطولة لكن أنا شايف أنه قصة أكبر من كده بكتير قصة منظومة الكرة اللي في مصر اللي بتتغير أو اللي بتتغيرش مع تغير كل مدير فني نلعبنا كل الألعاب جربنا برادلي وجربنا أجاري وجربنا هكتور كوبر وجربنا كارلوس كيروش وبنجرب روي فيتوريا ومعهم شوق غريب ومع حفظ الألقاب طبعا ومعهم حسام البدري ومعهم إيهاب جلال وغيرهم 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 ولم تنجح الكرة المصرية على مدار 14 سنة في تحقيق أي شيء اللهم إلا ذكرى أعتقد كلنا بنحاول أن ننساها ورسول لكاس العالم في 2018 مع عدى ذلك النتيجة صفر ليه لازم السؤال يكون ليه وليه ما تغير الأسماء القائمة على إدارة كرة القدم في مصر ما بتتغيرش الأحوال ليه مع تغير لجان كانت أو مجالس إدارة كانت بابنشوفش نموذج عمل جديد دي بابنشوفش استنساخ مثلا مثلا لتجربة المغرب استنساخ لتجربة مش عايفة أقول يينفع أقول استنساخ لتجربة بوركينا فاسه مثلا استنساخ لتجربة كاف فردي مش يبقى عايب لو قلت كده يعني مش يبقى عايب لو أقول لحضراتكم كده تعالوا نبص على المنظومة كلها ونتخيل وطلع الأهلي شوية برا المعادلة لأنه بدون الأهلي أو لو الأهلي كان فقط توازنه في السنوات الأخيرة أنا انضمت لقناة النادي الأهلي شرفت بالعمل في قناة النادي الأهلي من قبل بطولة أفريقيا لنجبة التسعة من قبل بطولة الأهلي والزمالة كنهائي القرن وكانت البطولة غايبة بقالها فترة طويلة سبع سنين تقريبا في خلال الفترة اللي أنا كنت موجود فيها في النادي الأهلي شفت نجاحات على أعلى مستوى وأنا حاشا لله أن أنا كون بقارن بين الأهلي وبين المنتخب بس أنا بدي نموذج يوضح لحضرتك الفارق لأنه نفس الظروف تقريبا هي هي ما فيهش اختلاف بالعكس يمكن لما تشوف ميزانيات المدربين اللي تولوا منتخب مصر الأول في السنوات الأخيرة وتقارنها بمدربين تقريبا مسؤولية النادي أهلي شتان الفارق تركيز النادي الأهلي ونجاحات النادي الأهلي على المستوى المحلي أكيد ما فيهاش نقاش طب على المستوى القاري ما حدش يقدر يتكلم الاهلي وزعيم أفريقيا طب على المستوى الدولي حتى على المستوى الدولي في مواجهة الكبار تقدر تقول أنه الأهلي حطت أفريقيا في المرتبة رقم 3 مع الفارق الكبيرة جدا في الإمكانيات وراء أوروبا وراء أمريكا الجنوبية متقدما على أندية بإمكانيات رهيبة سواء في أسيا أو في أمريكا الشمالية زي المكسيك وزي كندا زي الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكونكاكاف وأسيا وانتوا عارفين أسيا يابان وكوريا وصين وإيران وخليج عربي عنده من الإمكانيات المالية كبيرة جدا ونجح الأهلي في ده طب سؤال هو ليه إنجازات منتخب 2006 و2018 مش قادرين نكررها مرة تانية على أقل لبطولة واحدة إذا كان الأهلي في أفضل أحواله يعني إذا كان السكواد الأهلي في أفضل أحواله ومسيطر تقريبا على القارة على القارة الإفريقية بالطول وبالعرض ولما بيشارك فيه مع مستويات أعلى منه بكتير في بطولات كاس العالم الأندية بيقدم مرضوط في منتهى القوة وبيحقق نجاحات محدش كان يحلم بيها ولما نتكلم على المحترفين وتقررينهم حتى بمحترفين جيل 2010 هتلاقي فيه فرق كبير جدا على مستوى الأندية اللي بلعبوا فيها وعلى مستوى النجاحات اللي بيحققوها مع عنديته يعني الجيل ده مش جيل وحش زي ما انتم بتحاولوا توصلون طب حد يسأل نفسه سؤال لو نفس الجيل ده كان معاه بيب جورديولا بلاش مش هقول جورديولا ولا أنشلوتي مدرب من المدربين الكويسين اللي طلعين في أوروبا شابيا ألونسو مثلا مكسر الدنيا في الدولة الألمانية ومرشح للوحرية المدريد هل كان يحصل فرق؟ أنا بقول حقيقة لا هل القصة قصة مدرب بس؟ أو قصة قصة منظومة؟ منظومة بقى فيها خلل كبير جدا على كل المستويات مسابقات محلية ودوري إذا كدت دوري يعني هي البطولة الأقوى والأهم بيلعب بدون أي نوع من أنواع الضغوط مدرجات خاوية عندها ملها الشعبية ولا جمهورية ولا حد بيتفرج عليها ولا حد عايز يتفرج عليها لعيبة بتاخد مقابل مادي كبير جدا والمرضود والمحصلة في النهاية للأسف صفر لك أن تتخيل أنه في سنة من السنوات يعني لما كان النادي الأهلي بيلعب في الدوري كنت أنا ساعتها مع الجمهور يعني كلام ده من سنين طويلة شوية وكان دوري فيه أنديه كتير جماهرية كان فيه فرق مثلا زي بلدية المحلة السويس جمهورية شبين غز المحلة طبعا لما كان غز المحلة المصري الإسماعيلي الاتحاد كلها أنديها شعبية وجمهرية كل مطشاط الأهلي اللي كان بتتلاعب في ملعب جمهورية شبين في ملعب بلدية المحلة في السويس في أي حتة في مصر غير أن المدرجات كامل العدد طبعا لما كانت صعبة جدا على الأهلي الضغط الجماهيري الجيل ده من اللعابة تعود أنه هو يلعب من غير ضغط جماهيري المدرجات الفاضية جزء من المشكلة يعني بمناسبة المدرجات دي خليني أقول لحضرتك أنه أنا في سنة من أول مطش حضرته في أوروبا كنت في مدينة شتوتجرت عشان بس أقول لك الفرق في التفكير والرؤية وإزاي تقدر تطبق ده على الأرض الواقع في قصة الجماهير يعني كنت في مدينة شتوتجرت في ألمانيا وكنت مدينة شتوتجرت دي مشهورة جدا بأنها يعني الوطن الأم لتنين من أكبر برندات العربيات في العالم يعني واحدة منهم مركزة شهيرة جدا في مصر فليه عاملين زي متاحف هناك وأنا في الزيارة الواحد من المتاحف دي فبصت لقيت من المتحف من فوق في ملعب كرة تحت المتحف على طول فسألت ده إيه قالولي ده ملعب شتوتجرت وبكرة أو بعد بكرة في مباراة مهمة جدا بين شتوتجرت وبين باير ميونيخ بحب باير ميونيخ فقررت أن أنا أحجز تذكرة وأحضر المباراة دي وأنا داخل أنا بشجع باير ميونيخ وداخل ملعب شتوتجرت وأنا داخل المباراة لقيت أن الجمهور الألماني يعني جزء كبير جدا منهم بيروحوا المتشاط دي مش في وعيهم قوي يعني يعني بيبقوا مش في كامل وعيهم يعني فكت متخوف جدا جدا الحقيقة دخلت المباراة المباراة كانت قوية جدا وعنيفة جدا ما حدش فيه داخل الملعب يقدر أو قدر أنه يخرج على المص ما فيش حد ممكن يخترق القانون أو أنه يعمل مخالفة أو أنه يعتدي على حد أو أنه يبوز المباراة ده النظام والجمهور اللي بيحضر المتشاط مش كله جمهور كورة مش كله ألترس يعني بمعنى الألترس المفهوم عندنا هنا أو متعرف عليه في مصر لا ناس طبعية جدا مين قادر يرجع الجمهور في مصر مرة تانية مين ممكن يراهن على انتظام المسارقة مين ممكن يحل المشكلة أو الخلل اللي حاصل في غياب الأندية الجمهورية اللي تعتبر مدنة من وجهة نظري أندية زي المنصورة وأندية زي الأولمبي وأندية زي السويس وأندية زي الشرقية وأندية زي القناة وزي المينيا إداراتهم المتعاقبة جزء من المشكلة إزاي بقى معاك نادي الجمهوري وما تقدرش تنجح بيه في ظل توجد أندية بقى النهاردة كلها إحنا الدوري بقى أشبه بدوري شركات مع كامل احترام ليهم طبعا عندهم إمكانيات مادية وبيشتروا أندية وبيشتروا لعيبة فاركو فيوتشر بيراميدز زد أمبي كلهم تقريبا عندية شركات مفيش أي زاهير جماهيري ومفيش جمهور في مصر مهتمة بأنه هو يتابع أو يعني خلينا نكلم بمتاحة صراحة إزاي تقدر تدمج التجارب النكحة دي اقتصاديا مع التجارب أو مع أندية شعبية وجامهيرية تقدر تديها الإمكانيات اللي تخليها موجودة على الخريطة وبتنافس ترجع الجمهور مرة تانية بدون وجود جمهور في كرة في مصر مفيش كرة في مصر بدون ما اللعيبة تتعود أنها هو جزء من نجاح الأهلي أنه تعود دايما يلعب تحت الضغط مدرسة الأهلي بتعود لعبتها جزء من نجاح معادلة نجاح الأهلي وفكرة اللعبة تحت الضغط فإنك أنت تحاول فيتوريا لكبش فدة وتروح تجيب اسم بقى تاني مصري كان أجنبي كان وتقول إحنا كده عدلنا الميلة وإحنا رايحين نفس على الكنف في المغرب في 25 وراحين كس العالم عشان نعمل حاجة زي ما الأشقاء عملوا قبل كده يبقى أنت بتبيع الوهم الجمهور الكرة في مصر أعتقد أعتقد أن المنظومة كلها في حاجة إلى إعادة بناء من أول وجديد والقصة مش قصة مسؤولين أنا لا بتكلم على مسؤولين في اتحاد الكرة حاليين لأنهما ممكن يكونوا جزء من المشكلة لكنهما مش كل المشكلة بالتأكيد تعالوا نبص ونراجع من 20 25 عايش تروح ل30 سنة فاتت هتلاقي أنه كل المسؤولين عن اتحاد الكرة في مصر لتولوا المسؤولية بيشتغلوا بنفس النمط وبيشتغلوا بنفس الإسلوب فيه طفرة حصلت فيه نقلة نوعية حصلت في الكرة في مصر تقدر تقول أنه التجربة بتاعتنا من سنة التسعين أول نجاح المستوى العالمي والوصول لكياسة العام في إيطاليا لغاية 20-24 اختلفت طريقة الإدارة أو منظومة التخطيط للمستقبل أنا أشك أنه الإجابة تكون نعم أنا أشك أنه الإجابة تكون نعم لما يكون مجموعة من الأسماء هي بس اللي بتسيطر على كل ما هو علاقة بكرة القدم سواء كان إعلام أو كان سوشيال ميديا أو كان انتخابات أو كان تربيطات أو كان مناصب إدارية يبقى ثقة باما أنه النتيجة في النهاية لن تختلف على الإطلاق